هنبتدي أول حاجة برغيف العيش دا أبقى ضعيفة صراحة جداً أمام أي قطعة عيش مخبوزة حلو وطلعة من الفرن سخنة دي خبزينها من شوية هخبز لكم واحدة بس برضو بعد من شوية كتير يعني من ساعة وأكتر بصوا دا اسمه خبز رمضان بشكله البسيط والتقليدي دا بيبقى وجود على صفرة رمضان في تركيا وما أحلى على الفطار وعلى الصحور تعالوا أوريكم بيبقى شكلها عامل إزاي في المرحلة الأخيرة من التخمير بيبقى شكلها كده أنا سايباها بتخمر هنا بقالها ربع ساعة قبل ما دخلها الفرن بس حلبس الجلافز وأوريكم أصلاً الشكل دا كله من الدي بقدينا بس النهاردة استخدمت حاجتين غير إيدي هتشوفوا دلوقتي قلت لكم أنا عامل الوصفة دي قبل كده بس النهاردة اللي ركزت فيه فترات التخمير عشان ناخد الهشاشة اللي إحنا محتاجينها بقدينا كده منيجي هنا ومنضغط كده شايفين بالشكل دا ومنضغط كده عشان تحافظ على شكلها لما تدخل الفرن بالشكل دا ومدهونة بطبقة من صفار البيض مع اللبن والخلق ورشة ملح هنعمل كل التفاصيل دي مع بعض بس تعالوا ندخل دي الفرن وتدخل على فرن 180 مع مروحة هندخلها الفرن ونعمل العجينة مع بعض ونعمل كل التفاصيل تعالوا نبتدي بالعجينة العجينة فيها المكولات السيلة وعندنا دقيقة ورشة الملح المكونات الجافة بس أنا النهاردة هدخل الباكينج باودر مع الويت انجريدينس لإني هخلطه مع الخل هنستخدم خميرة وباكينج باودر هاخد نص معلقة باكينج باودر صغيرة هنا اهي وحط عليها معلقة خل الخل والباكينج باودر هيدوني هشاشة اكسترا للرغيف ده بصوا الفوران اللي هيحصل حالا شايفين كأنه منحط فوار في المياه طيب تعالوا احفظوا معايا المكونات روحوا دوروا صفحتنا على الفيسبوك مايشو تي فيه اللي تحبوه شوفوا الحلقة على اليوتيوب هنخلط السوائل كلقتي عندي كباية لبن دافي بس أنا مدفيها شوية زيادة علشان هضيف بعض السوائل اللي هتقلل حرارتها فأنا محتاجها الحرارة دي عشان خميرة فسخمت اللبن اكتر شوية من العادي لان هو كده لوحده يموت الخميرة بس لما ضيف له لكباية اللبن نص كباية زيت نباتي ونص كباية زبادي هتقل الحرارة فهتوصل الحرارة اللي انا عايزها اذا كباية لبن حليب معاها نص كباية زيت نباتي معاها نص كباية حليب معاها معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الخميرة الفورية اللي احنا مختبرينها لانه اشتغلنا بيها الوصفات دي لو انتو مختبرتوهاش هتستنوا على الخليط ده يبتدي يتفاعل وحنحط دلوقتي مع الخليط ده خليط اللي عملناه من معلقة نص معلقة بيكينج باودر وعليهم معلقة صغيرة خل نص معلقة صغيرة بيكينج باودر ونص معلقة صغيرة من الخل هقلبهم هو ده الخليط اللي هيجي جن الدقيق عندي ثلاث كبيات ونص دقيق عليهم زرة ملح هنعجنها بأدينا نعجنها بالعجان زي ما تحبوا تعالي نعجنها بالعجان هنحط الدقيق ثلاث كبيات ونص مع الملح دول هيعملوا رغفين لو عايزين اكتر هتضعفوا الكمية هيبقوا سبع كبيات وضعفوا كل حاجة الكبية هتبقى تنين النص هيبقى واحد المعلقة هتبقى معلقتين الى اخر هنقوم حطين هنا خليط السواء اللي عملناه كله ونروح على العجان ونعجنها كويس جدا هكتلها كويس ونبتدي نعجن سريعا اللي بحب يكتب ورايا تعالوا انا بروق كده اقولكم المكونات شوي دقيق حطينا كباية لبن دافي عليها نص كباية زبادي نص كباية زيت نباتي حطينا عليهم معلقة كبيرة سكر معلقة كبيرة خميرة ونص معلقة صغيرة من الباكينج فاودر عليها معلقة صغيرة من اللي خل تخلطوا وتحطوا معاهم اضافوا على 3 كبايات ونص من الدقيق ورشة الملح طيب تلعت خفيفة او عجينة طرية منزود رشة دقيق طلعت عجينة نشفة ممكن ازود سنة مية او سوائل بس انا مش هحكم قبل ما ادخل كل الدقيق احس انه كل المكونات اختلطت ولسه طرية او نشفة والتلاتة ونص هو مقدار احنا وصلنا له بعد ما جربنا كذا مرة هو بيطلع دقيق يعني اختلافات بسيطة بالنوع دقيق للتاني شايفين بتادي التلم نعلي السرعة شوية مش هنحتاج ولا مية ولا هنحتاج اي حاجة لا نزود دقيق ولا نزود سوائل نعجنها كويس جدا حطها التلعجن على سرعة متوسطة وتعالوا نبص على العجينة هنسيبها تخمر ساعة اول تخميرة كرة كبيرة على بعضها تخمر ساعة بعد ساعة منقوم اسمن الخميرة دي العجينة دي لقطعتين بصوا اسمناها قطعتين وحطناهم جنب بعض اذا خمرت الاول ساعة اسمناهم كده بقالها نصف ساعة بصوا منعمل ايه ناخد الكرة اه شايفين خلوني اجيب الصينية اللي هنخبز عليها على طول فانا هخبز على صينية بس هحط فيها سيليكون فهاخد السيليكون الاول هتنجيب الدقيق جنبنا اذا اللي هتخبزه عليه على طول ورقة الزبدة السيليكون هو اللي هتحطه عليه العجين لانه مش هننقله من مكانه بالمرحلة دي بتاعنا نبص عليها هنا من عجينة عجينة ولا نشفة ولا طرية مظبوطة مية بالمية عشان اوريكم قوامها تبقى كده ولا نشفة قوي ولا طرية قوي هحط شوي دقيق على ايدي عشان بس ألمها خليكم معايا للمها كورة دي دايما بيساعد انه نلمها بالشكل ده هنحطها على شكل كورة كده ونحطها تخمر يا اما بوعاء العجان يا اما بوعاء تاني ونغطيها ومكان ده في ساعة هتلاقوها تضعفت بالحجم طيب بعدين هنعمل ايه تعالوا قلكم تضعفت بالحجم خدناها قسمناها اتنين الكمية دي بتعمل رغفين لانه هو ليه حجم معين بعد ما قسمناها اتنين هجيب لنا الشابة ونفردها فردة شكلها النهائي الحجم النهائي ما تخلوهاش سميكة قوي انه لسه هتخمر بعمل ايه بعمل العلامات اللي انا عايزاها باتخدام سكينة اي اداة عندي في المطبخ عندي الاداة دي بنعمل العلامات دي عشان لما هي بتخمر تبتدي تاخد الشكل ده فحنسيبها في المرحلة دي من غير ما ندهنها اي حاجة نغطيها بس بفوتة حنسيبها مثلا تلت ساعة احنا مع بعض اهو انا سايباها خالص حسيبها قدامنا واحنا بنعمل الوصفات الباية بعد ما نعمل الدايرة بنعمل الخطوط دي بالشكل ده وحنسيبها تخمر خلينا نقول نص ساعة كنترول شغلوا المنبه نص ساعة ونبص عليها تاني ونعمل لها خليط الاجواش اللي هو خليط سطار البيض مع الحليب اللي بديها اللون الحلو ده ونديها كمان معا شوية من الخل ده ما نحط بيض الخل هو اللي بيعقم وبيقتل الزفارة بالذات مش في الحلويات يعني ما نقدرش نحط فانيلا بعيش زي ده بعدين حنرش عليها السمسة محبة البركة ونتدخل الفرن زي عملنا بالرغيف اللي حالا هو بالفرن نبص عليه مع بعض بصوا ما شاء الله شايفين تأكيد العلامات اللي بنعملها ده مهم جدا جدا في الوصفة ده نسيبه بالفرن لحد ما ياخد لون اللي انتو شايفينه المحمر ده نطلع فاصل ونرجع هسيب ده يخمر ولما يخمر هنعمله الإجواش وحنعمله كمان السمسة محبة البركة اذا من هنا معنا نص ساعة ونكمل تنونا بعد الفاصل